ونروح لخبر تاني وانستجرام أو موقع الانستجرام للصور أعلن اليوم عن طرحه مجموعة من الميزات الجديدة واللي بتحقق المزيد من الاندماج بينه وبين تطبيق ميسنجر التابع لشركة فيسبوك أول المزايا دي هو إمكانية إجراء مستخدمي انستجرام محادثات جماعية عبر تطبيق فيسبوك ميسنجر وتاني ميزة جديدة أعلن عنها انستجرام هي إمكانية مستخدمي إجراء استطلاعات رأي في قسم الرسائل الخاصة به واللي بتتشابه مع استطلاعات رأي الفيسبوك ميسنجر استطلاعات الرأي الموجودة في المحادثات الجماعية بتساعد في سؤال المشاركين عن تفضلهم على سبيل المثال لتناول أطعمة محددة أو اتفاقتهم على الخروج وأماكن جديدة ممكن يتقابلوا فيها دي يمكن نقطة أعتقدها تبقى ميزة مهمة جداً ناس كتير لما بتيجي إن هي تخرج دايماً بيبقى هنروح فين هنأكل إيه موضوع ده ممكن يأخذ ساعات وكتير من الخروجات بتتلغي بسببه وسوش الميديا إنستجرام فعلاً سهلوا سهلاً أنت تعرف بيها الموضوع ده مع الناس اللي انت بتتفق معهم يعني برضو استخدامات كويسة للتكنولوجيا تعالوا نفهم أكتر عن هذه الميزة وأيضاً ميزة أخرى وهي واتش ميزة واتش توجاذر اللي موجودة أيضاً على فيسبوك تعالوا نشوف الميزات دي بتشتغل إزاي وإيه الخدمات الجديدة اللي بتقدمها يعني حضراتكم هتشوفوها من خلال تدخلوا على هذه التطبيقات أكمل على كلامك يا باسم إن الواتش توجاذر ده مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة على إنستجرام مع الأصدقاء المشاركين وده بيكون في الـ Direct Messages أو الرسائل الخاصة